السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد سنقوم بعمل مع بعض النهاردة نوع من التحليات البردة طعمها منتقى الجمال والروعة بمكونين اتنين بس ودي اسهل طريقة الموس وشوكولاتة اتمنى الفيديو ان الاعجابكم تابعوني لنهاية الفيديو وما تنسيش تعميل لايك للفيديو واشترافه في القناة لو اول مرة تشوفيني اول حاجة معي كوبية من كريمة الخافكو واسب لك رابط تحضير كريمة الخافكو بمكونات كلها من بيتك في صندوق الوصف اسفل الفيديو هنحط عليها اما شوكولاتة خيم اما هنحط شوكولاتة نوتلا او شوكولاتة قابلة للدهن وده بيرجع لاختيارك انت انا اخترت ان انا احط مع كريمة الخافك شوكولاتة قابلة للدهن اللي هي نوتلا او اي نوع هحط معلقتين كبار مع كوبية كريمة الخافك ودي كده المكونات اللي موجودة معنا مفيش اسهل ولا افصد من كده لو حابة تضيفي شوكولاتة خيم ضيفي ربع كوبية من الشوكولاتة الخيم فده بيرجع لاختيار كيندي وهنبتدي ان احنا نضربهم بالمضرب الكهرباء بالشكل ده يبقى كده مكونين اتنين بس انا هطيت كريمة خافك ونوتلا هنضربهم لغاية من القوام يتقلوا يبقى كريمة القوام تقل خالص معي اهو هجيب كيس من اكياس الحلواني وهبتدي ان انا احطه فيه شايفة قوام تقيل ازاي وهنبتدي انشكله جوه الاكواب اللي موجودة عندنا بالشكل ده واللي لسه معملش لايك ينزل تحت الفيديو ويعمل لايك وده كده بقى شكله منتهي الجمال والرواع وطعمه طحفة هروح احطه في التلاجة لمدة ساعتين وارجع لكم تاني وانا خلاص طلعته من التلاجة وطبعا يعني ممكن تحطيه في الفريزر شوية صغيرين عشان تستخدمي اسرع وحط على الوشة شوكولاتة فورماسال كده للتزيين ودي اختياري طبعا وكده بقت التحلية جاهزة عندي مصر شوكولاتة بتعم رائع جدا وبمكونين بس وزي ما قلتلك كريمة الخفق هسابلك رابط تحضيرها في صندوق الوصفة اسفل الفيديو بطريقة سهلة جدا بسيطة من الفيديو كنا لأعجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته